مصر بلد الامن والامان برغم اي شيء وبرغم اي حد عايز يفسد في مصر وفي بلدنا كما قال الله تعالى ادخلوا مصر ان شاء الله امنين كلنا طبعا بنمر بظروف قاسية جدا عمرها ما مرت علينا مر علينا يمحى زينة بعد مقتل اكتر من سبعين شخص في احداث مباراة الاهلي والاسماعيلي واحداث كتيرة جدا مرت علينا الاسبوع اللي فات من اقتحامات للبنوك وسرقة وسرقة للصرافة وترويع للامنين في الشوارع كل الشعب المصري بقى عايش في حالة زعر وخوف عمرنا ما مرنا بيها قبل كده النهاردة هيكون معانا فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار مدير ادارة الفاتوة بمجمع البحوث الاسلامية واضو لجنة الفاتوة بالازهر نهارك سعيد يا فاند اهلا مع حضرتك الاول احنا عايزين نتكلم على ارواح الشهداء اللي فقدناهم فيه مباراة الاهلي والاسماعيلي اللي ما كانش ليهم اي زنب يعني الناس رايحين يقتحضر مباراة ماتوا يعني حتى لو فيه يعني جمهور بيدرب جمهور فيه طفل صغير مات ده اكيد الطفل ده ما كانش رايح علشان يدرب حد يعني رايح يشجع يعني انا مش عارفة بجد اللي حصل ده ليه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء انقتل ولا يدري المقتول على اي شيء انقتل هل الحديث ده يعني بيمثل حاجة من اللي احنا عايشين فيها دلوقتي نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الكريم وكل عام انت بخير الاول بمناسبة ذكرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والسادة المشاهدين جميعا كل عام حدث وان كانت الاحداث يعني انستنا ولكن يعني كلبونا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى وان كان التفكير والعقل في الحدث الذي حدث ولكن نقول ان هذا الذي يحدث وهو قتلة قثرة القتل والهرج هو علامة من علامات اقتراب الساعة لان من علامات اقتراب الساعة اللي هو قثرة الهرج والهرج يعني القاتل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اللي حضرتك ذكرتيه ان هو في معناه ان القاتل لا يدري في اي شيء قتل نعم هذا ينطبق على كثير من الاحداث التي تحدث الان لاننا نرى ان الناس يتنازعون على امر دنيوي ولا نجد ابدا تنازع على امر ديني يعني القتال الذي حدث بين انصار فريق وفريق هو على امر دنيوي وليس على امر ديني وكنا نتمنى ان يكون هناك صباق بين البشر على امر من امور الدين لكن الذي يحدث اننا نتناحر على الدنيا ومن هنا نترك المجال للشيطان ان يوقد نار الفتنة بين ابناء المدينة الوحيدة او البلد الوحيدة كما حدث في هذه المباراة فلا شك ان كثيرا من الذين قتلوا في هذه المباراة لا يعرفون لماذا قتلوا ولا باي ذنب قتلوا يعني لا يعقل ابدا ان انسانا يشجع فريقا ما وهو امن مطمئن ذاهب لكي يشجع ويرفع من الروح المعنوية للاعب هذا الفريق ثم بعد ذلك يكون جزاؤه القتل او ان هو يصاب باي طريقة ما فهذا الامر يعتبر مخالف تماما لشرع الله ونهج الله عز وجل السبب ان هناك وسائل كثيرة يعني تجعل هناك كل فريق يريد ان ينتصر لنفسه باي شيء من الامور يعني مثلا لو قلنا ان جمهور الاسماعيل انا ما عرفش طبعا احداث المباراة ولكن ربما هناك لناس متسوسة وناس غير متسوسة ولكن نتحدث بظاهر ولا نتهم احدا لان الامر بين يد القضاء لو قلنا ان جمهور اي فريق ما هو انتصر ولكن هو يريد ان ينتصر في معركة اخرى يعني يقولك لابد ان احنا نضربهم ونقديبهم كمان يعني احنا مش نفوس عليهم بس ببور سعيد لا عشان ما يعملوش كده تاني هذه الفتنة ربما ان هناك ناس مغردين هم الذين بثوا بها وهذه الفكرة جعلوها شائعة بين انصار الفريق الذي قام بالضرب وقام بالاعتداء لان هذا ليس من شيء ولا اخلاق العرب ولا الاسلام ان يبقى فريق ضيف عندي في بلدي في مدينتي واضربه يعني حتى لما بيجينا واحد غريب وفي مدينتنا ما بنرضيش نضربه نقول ده ده غريب وعيب ان احنا نضربه ببلدنا وعيب ان احنا نضربه في مدينتنا لانه ضيف عندنا يعني احنا فقدنا كمان اخلاقنا ونخوتنا كشعب مصري ان احنا حد جاي في بلدنا وان احنا بندربه ده غير اللي كان بيحصل زمان ده مش اخلاقنا لا اخلاق العرب ولا اخلاق الرجال ولا هي من شيء من رجال ولا من اخلاق الاسلام ان يبقى انسان امنني وامنته على نفسي ما انا سمحت له بالدخول يعني امنته يعني اعطيته عقد امان يعني تعالوا فضل في بلدي واعد واتفرج وشاهد وفعل ما انت عايزه وتمشي فانت امن لانك انت في بلد لك حق ايه الضيارة هذه الاخلاق فقدناها طيب الخلاص ايه الخلاص ان الهوى لابد ان نتخلص منه لابد ان نعود الى ديننا والى قرآننا والى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان احنا ثقافة دينية لابد ان تنتشر بين الشباب ويعلم ان المباراة هي ساعة وتنتهي ودي حاجة عشان يعني ممتعة مش حاجة ان احنا بندرب وبموت بعض فيه احنا رايحين نتفرج عشان ناس تنتع بمطر ليست معركة حربية بين عدوين ولكن نحن ابناء مصر ابناء بلد واحد فكل بيت لا اقول كل مدينة يعني ممكن تلاقي ببيت واحد بشجع المصري واحد بشجع الاهلي واحد بشجع الزمالك وهم ببيت واحد وربما تلاقي الزوج اهلاوي والزوج الزمالكوية ودائما في اخناء مع بعض وفي خصام بسبب الاهلي والزمالك فالنهاردة لابد ان الناس تتغير ثقافة الشعب المصري وتكون المباراة هي مشاهدة جميلة لفريق انا بحبه قدم لعبة جميلة وقدم قورة جميلة وزي ما احنا بالنادي بالديمقراطية يعني احنا كمان يبقى عندنا الديمقراطية بدليل ان احنا احيانا مثلا بنتفرج على قورة لفرق اجنبية احنا مش بنشجعهم بس بنقعد علشان نتمتع بلعبة جميلة بقورة جميلة بهدف جميل بلعبة في المباراة جميلة واحنا ما نعرفش للفريق ده ولا الفريق ده ولا هو من بلدنا لكن عايزين نتمتع هذه الثقافة لابد ان ننقلها الى جميع مشجيع القورة ودي خاصة كمان يقع عاطقها على اتحاد القورة وعلى مجلس ادارة كل فريق ان لابد يثقف الجمهور بتاعه ويعمل له ندوات قبلها وان احنا لعيبة وان احنا خسرنا او كسبنا هي القورة كده فريق كسبان مرة وخسران مرة ولابد يتغير ثقافة الشعب المصري لهذه المباراة ازهق الارواح وقتل النفس ليه بقى سهل ان اي واحد يقتل واحد يمني اتسك واحد يرمي من على مدرج ليه ناس تامي كده في بعض نعم وهناك راضعين راضع ديني وراضع دنيوي الله عز وجل في الراضع الديني يقول ولكم في القصاص حياة يقولي الالباء يعني عندما انسان يقتل انسانا اذا تم القصاص منه بمعرفة الحاكم وليس بمعرفة الافراد او بمعرفة اشخاص او جماعات اذا تم القصاص منه بمعرفة الحاكم فهذا سيكون راضعا لأي انسان ان تسول له نفسه بالقاك اما انه يقتل ويعود الى بيته امنا او لو قبض عليه يقولك ده مشاجرة وياخد ثلاث سنين ويروح وهكذا يبقى لابد ان هو يعني يكثر القتل بين الناس طيب الراضع الدنيوي الراضع الديني الدنيوي ده راضع ديني انه عنده خوف انه يقام عليه القصاص عنده خوف من الله عز وجل طيب الراضع الدنيوي ان لم ينتهي الانسان براضع ديني يجعل الله عز وجل له راضع دنيوي يجعله ينتهي ايه الراضع الدنيوي انك تلاقي هذا الشخص بعد فترة ربما انه يصلت عليه الله عز وجل من يقتله او انه يصلت عليه بعض الامراض او يصلت عليه بعض الاشياء حتى تعود يعني كما تدين تدان كما تدين تدان حتى يعود الناس جميعا الى الله عز وجل والله يقول ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا ليه لو سبنا القاتل ما قتلناه شيء هيشع القتل بين البشر عشان كده قال كأنما قتل الناس جميعا يبقى يكثر القتل في المجتمع والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا دنيا كلها اهون عند الله من قتل نفس نفس واحدة ليه لان احنا لو تركنا هذه النفس هتزول الدنيا كلها هنبقى فرق نبقى في غايبة بقى اي حد يقتل حد اي حد زعلان من حد يقتلو خلاص بالظبط كده ورأينا زي ما حدث في كفر الشيخ قرى مع بعضها عصبية ونسبية ايه العصبية والنسبية الضابط بتاعها ايه انما المؤمنون اخوة لو ان هذا القانون ودعناه يعني القرية اللي جنبي والعيلة اللي جنبي والبلد اللي جنبي مدام مصري مدام مسلم مدام حتى غير مسلم بس هو لا يحاربني ولا يقاتلني يبقى في هذه الحالة المفروض ان احنا ايه يبقى المرجعية بتاعتني ايه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاسلام لا يعرف العصبية ولا يعرف النسبية ولا يعرف هذه الامور الجهلية بل جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليطهر العالم من هذه الامور التي كانت تشعف الجهلية من القتل والنهب والسلب والانفلات وعدم الانضباط كل هذه الامور جاء الاسلام لكي يضبط لو ان الانسان عنده مرجعية وعنده مرجعية دينية وبيصلي الصلاوات الخمسة في المسجد وبيستمع الى كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبيعرف ما حدث بين الصحابة يعني اذكو استأذنك في موقف بسيط جدا هذا الموقف حدث بين الحسن ابن الامام علي واخيه محمد ابن حنفي عشان نشوف اللي بيحدث حتى في البيوت النهاردة بين الاشقاء بين الاشقاء وليس في مباراة قورة لان هناك اخلاق كثيرة قد اندثرت في المجتمع حدث بينهم خصام بس خصام وهجر للكبار ما فيش فيه بذاءة ولا سفالة ولا فيه محاكم ولا فيه قلب الحقائق غير حقائق إلى الظور لا فعندما حدث بينهما خلافا ماذا حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ثلاث ليالي بس قبل ان تنقضي الليالي قبل ان تنقضي الليالي الثلاث ذهب اليه في بيته يقول السادة العلماء حافية القدمين عارية الرأس تأدب مع اقي ودخل عليه في بيته وقال له يا اخي لقد اتيت اليك في دارك ولم ألقي عليك السلام فاتي الي في داري وألقي علي السلام لتظل خيرا مني إلى يوم القيام لانك انت جدك حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزه كمان ياخد السواب اكتر اكتر لانه بقول له وخيرهما الذي بدأ بالسلام هو مش عايز يبقى احسن من اخيه لان اخيه هذا يمتد نسبه الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له ان جيت لك هو تدخلت بيتك بس مش اسلم عليك عشان ما بقاش افضل منك انت بقى لجيني وتسلم علي عشان تبقى افضل مني هذه الثقافة خذ العفو وامر بالعرف فمن عفى واصلاحها فاجروه على الله عز وجل ولما اخذ الاجر من الله افضل من اننا اخذوا من عد تمام ترويع الامنين ونشر الفزع وكسرة الساركات حكم ده في الدين الاسلامي ايه؟ هو اذا كان هو اولا السارك تقطع يده وترويع الامنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من شهر على اقيه سلاع فليس مننا وفي حديث اخر من اشار على اقيه بحديدة فليس مننا يعني لو الانسان جاب حديدة بس او ما شبه او سكين او خنجر او سيف او الى واشار بس على اقيه كده حتى لو بهزاء ليس بجد فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس مننا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يعالج قضية الاخلاق انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق الدين بتاعنا كل جئ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة عشان قضية الاخلاق اذا انتهت واندفرت وقلت الاخلاق في مجتمع ما اذا ليس عندهم ايمان وانما هم يشهدون ان لا الى الا الله نحوه رسول الله باللسانين فقط لان الاسلام هو قول باللسان وتصديق بالقلب تصديق بالجوارح فان لم تكن الجوارح تتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسول الله وتأتمر وتلتزم اذا لا يستطيع الانسان ان يقول عن نفسه مسلم فالذي يروع الامنين واعتد ذلك هذا له امر اخر لان هذا يفسد في الارض وهذا يقام عليه حد الله عز وجل وهو حد الحرابة اما كون ان انسان يسرق ثم ضبط فهذا حد معروف في الشرع وهو قطع يد السارق وهذا امر اذا قطعنا يد السارق فسنمنع جميع الناس من السارقة لان لو شفنا خمسمائة سنة في صدر الاسلام لم يقطع يد السارق الا مرة او مرتين عملت راضع السنين دي كلها بالزبط كده لان الحدود راضعة لو انا خليت حضرتك هلاجع من الشغل ابضى مرتبك من التلفزيون وريحة لو افترضنا ان انا بلاش حضرتك عشان ما تسعليش انا اللي ابضت مرتبي ورايح هروح ادفع ايجار الراجل المستنيني هياخد ايجاره بتاع القرابة هيجيني وبتاع الغاز بتاع الميا ورايح عشان اوزع الفلوز وعشان استلف من تاني يوم يبا هذا يستحق قطع يده ام لا يستحق يبا لابد يستحق قطع يده فاذا قطعت يد السارق فاذا قطعت يده السارق فان السارق لا يحاول ان يسرق مرة اخر وكل من كان في نيته ان يسرق لو رأى انسانا قطعت يده فاستحال ان يسرق مرة اخرى لانه سيفضل ويؤثر الجوع على ان تقطع يده لان الانسان لو صبر على رزق الرزق شيء له امرين اما ان يأتي الى الانسان واما ان يذهب الانسان عليه والامام عليه انقرم الله وجهه دخل المسجد يصلي اعطى الفرس بتاعه اللي ولد قال له امسك الفرس على ما صلي واطلع طلع لا ايه سرق اللجام فادى للصاب بتاعه او الغلام اتنين دينار وقال له روح اشترينا اللجام راح اشتري نفس اللجام وجابه فقالت يسعجلون الرزق الحلالة بالحرام يعني هو كان يدي له الاثنين دينار لو هو صبر وفيد الماسك اللي جام على ما طلع هو كان مجاهز اتنين دينار يديهم له مكافأة فسرق فاخد فارسل فاشتراه هما رزقوا الاثنين دينار هما رزقوا الاثنين دينار وفي حديث البخاري تصدق الليلة على سارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلم ان رزقه الذي اتى اليه في منتصف الليل وذهب لكي يسرك يجعله ينتهي اذا القضية هي ايه هي ان نعود الى الله عز وجل ورأى البراء ابن عازب في رؤياه قم فاغذ ملهوفا ووصح به جليل وكبير فقام فذهب الى الملهوف في منتصف الليل فوجد رجلا مريضا لا حول له ولا قوة فاعطاه من فضل الله وقال له انا البراء ابن عازب فان اردت شيئا فأتي الي فانا اسكن في مكاني كذا وكذا فقال له اتركك اترك الذي ايقاظك من نومك من اجلي وآتي اليك والله لا يحدث ابدا لو ان هذه الثقافة رسقت في قلوبنا ان الله هو الرزاق وما من دابة في الارض الا على الله رزقها لانتهت قضية الساركة مصر بلد الامن والامان زي ما ذكرنا في بداية الحلقة ورسول عليه الصلاة والسلام اوصى باهل مصر وكثير من الانبياء بداية من سيدنا ادم ورورا بسيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف وغيرهم من الانبياء مواقف مصر مع الانبياء ممكن حيكتذكر لنا بعض منها نعم هو مصر الله عز وجل تعتبر مهد الانبياء ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوصى اذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بجنودها خيرا فانهم خيروا اجناد الارض والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نحن في رباط الى يوم القيامة وكأن الله سخر مصر لكي تحمي الاسلام وتحمي الامة العربية فمصر هي التي حمت لنا التراث الاسلامي لان كتب السنة والمكتبات كلها هنرجع للانبياء بس هي لك شيء يذكر يعني لان الكتب الاسلامية كلها حرقت في العراق وفي الاندلس ولم يبقى للعالم الاسلامي مرجعية الا للكتب والمراجع الاسلامية التي حفظت في مصر فكأن مصر هي التي حمت لنا التراث الاسلامي وإلا ما كناش نلاقي كتب سنة ما كناش نلاقي كتب احاديث ما كناش نلاقي كتب فقه ما كناش نلاقي كتب تفسير ما كانتش هتبقى الامة الاسلامية لها هكذا كذلك مصر هي مهد الانبياء سيدنا اسماعيل عشف سيدنا ابراهيل سيدنا موس وكأن جميع الأنبياء جميعا عاشوا في مصر ودخلوا مصر إلا طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطبيعة أن الله عز وجل أراد أن تكون مكة هي الخاتمة وأن مكة هي التي فيها الكعبة وأنها قبلة المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وصى بجنود مصر لأن له فيها صهر يعني هو مجاشي لكن الحمد لله ربنا أكرمنا وتزوج سيدة ماريا من مصر فارتبطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دينيا ونسبيا ومصر ستظل دائما وأبدا هي قبلة العالم الإسلامي كل من أراد العلم يذهب إلى مصر والآية التي ذكرتها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فكل من يأتي إلى مصر رغم الذي يحدث فهو آمن على ماله آمن على أرضه آمنا على نفسه آمنا على كل إنسان ولم نرى أن إنسانا أتى إلى مصر وأصابه شيء وما يحدث لبعض الناس هذه لا تذكر لأن لما نلاقي حالة ولا اتنين في السنة مش معنى ذلك أن البلد غير آمنة ورغم ما يحدث في مصر أي من أحد من السياح أو من الضيوف يأتي إلى مصر ويعيش في مصر وعندما نلتقي مع بعض العرب في مصر يقولون إن إحنا حسين إن مصر دي بيت العرب لأن كلنا نمتلك فيها وكلنا عايشين فيها وإن شاء الله بإذن الله ستظل مصر آمنا إلى يوم القيامة سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب أمين إن شاء الله فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار مدير إدارة الفتوى مجبع البخص الإسلامية ووضو لجنة الفتوى بالأزهر نورتنا النهاردة في نهارك سعيد شكرا لك شكرا لك مشاهدينا خلصت فقرتنا بس لسا مكملين معاك وبقى فقرات نهارك سعيد شكرا لك